أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا تقول الأختيبة الله بالليبيا عندما يسمى باللغة العامية بالختمة وهي أن الرجل عندما يكون ميتا ثم يأتي عام على وفاته يأتون بقراء للقرآن يقرؤون في البيت كل عام في اليوم الذي مات فيه في مثل اليوم الذي مات فيها علما أنهم يضعون هذه الختمة أيضا عندما يشتري أحدهم بيتا جديدا أو سيارة جديدة أو غيرها بدعوى أنها تجدب البركة مع العلم أن من يقوم بها قد يكون من أهل الصلاح فما حكم الآن ذلك العمل جزاكم الله غيرا هذا العمل بدعة عمل ختمة للقرآن بهذه المناسبات ثم بمرور عام على موت الميت واعتقاد أن ذلك ينفع الميت أو ختم القرآن عند نزول البيت أو شراء السيارة كل هذا من البدعة المحدثة التي لا ينزل الله بياني سلطان والمطلوب منه أن نقرأ القرآن وأن نتلو القرآن وأن نجاوم على قراءته من غير أن يرتب له ترتيب ووقت خاص أو مناسب خاص وهذا لا ينفع الأموات لأنه غير مشروع بل هو بدعة وما كان بدعة فإنه ضد ولا ينفع وإذا كانوا يريدون نفع الميت فإنهم يتصدقون بهذه النفقة التي ينفقونها على الختمة وعلى القرآن ويصدقون بها على المحتاجين بنية السواب للميت وينفعه ذلك بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى